تصوروا أن هذه قطعة أرض بشكل مثلث ترى إذا ما أردنا تبديلها إلى غرفة نوم فكيف ينبغي رسم خريطتها تصوروا أن المستطيل الأحمر هو سرير لشخصين إذا لم نكن ملمين بمبادئ الرسم الهندسي فربما سنقوم بتصميم غرفتنا على هذا النحو في الجانب الأيمن السفلي تم إضافة خزانة ملابس جدارية أما إذا ما كنا نمتلك قدرا قليلا من المعرفة المعمارية فلا كانت الغرفة على هذا النحو سيتم إحداث الخزانة في القسم الأخضر اللون وأحداث شرفة في القسم الأصفر اللون تتيح لنا الحصول على فضاءات متنوعة وإضاءة أكثر والأهم من ذلك يمكننا تحويل الزوايا الحادة والمغلقة لأجزاء مفتوحة تقلل الشعور بصغر حجم الغرفة والضغط بهذا الفضاء إذن تتبوأ الخريطة مكانا في غاية الأهمية في المبادئ موسيقى 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 اشتركوا في القناة هنا احد الاحياء القديمة في مدينة يزد وهذه الازقة تؤدي الى بيوت وعلى الرغم من انها اصبحت قديمة ومتداعية او يتم هدمها لكن اذا اراد المرء ادراك وفهم التخطيط الهندسية الذي كان يعتمده المعماريون الايرانيون في الماضي فانها نماذج جيدة لهذه الغاية هذا البيت احد اصغر البيوت الواقعة بهذا الحي ولا تتجاوز مساحته المئة متر فقط لكنه بالنسبة للعديد ومن ضمنهم المهندس المعماري يعتبر كنزا كبيرا اقول دائما للطلاب ان الكنز يقبع في الاراضي الخريبة وهذا في الواقع كنزنا المعماري صحيح اننا غافلون عنه اليوم لكننا سنعود يوما ما الى ذاتنا وندرك الجودة التي يتضمنها هذا الطراز المعماري يكفي القيام بعملية ترميم لهذا البيت او حتى تنظيفه فذلك سيبرز لنا معالمه وان عالم اليوم يدرك اهمية مثل هذه المباني ويستفاد منها استفادة علمية واستفادة اقتصادية على صعيد السياحة يا حضرة الدكتور كنت اعتقد دوما ان البيوت المتبقية عن العصر القجري والبيوت القديمة لابد من انها ذات مساحة واسعة مثلا بمساحة مئة متر فما فوق اما اليوم فقد اخذتنا لرؤية عدة بيوت صغيرة الحجم تفضل تفضل انت رجاء اعتقد ان مساحة هذه الغرفة ليست اكثر من ثلاثة في ثلاثة امتار ترى كيف كانت امورهم تسير بهذا المكان دعني اجعل القضية التي تطرحها اكثر تعقيدا واخبرك بان هذه الغرفة كانت متعددة الاستخدامات ايضا فقد كانت غرفة نوم وغرفة طعام وغرفة جلوس وغرفة لعب الاطفال المهم تسليط الضو على نمط العيش ما يعني ذلك هل له علاقة بقطاع اثاث المكان انا اسميها اغراض وحاجيات البيت وما الفرق في ذلك فالاثاث الذين تعاطى معه اليوم في زمننا المعاصر لا يتمتع بالمرونة اللازمة فعندما تضع طاولة طعام تكون لتناول الطعام فقط وتصبح الغرفة غرفة طعام اذا كيف كان يتم وضع وسائل الاستقبال والمطبخ في هذه الفضاءات لدينا مطبخ وهو يشبه المطابخ المعاصر الحالية لكنه كان يقع على مسافة ابعد لذا ومن اجل تناول فنجان شاي وعدم الذهاب لمسافة بعيدة كانوا يقيمون مطبخا في رقن الغرفة بصورة طاولة صغيرة مثلا يضعون طاولة صغيرة هنا عليها سماور وملاءة وسائل في متناول اليد وعدد من الصحون والسكاكين وغيرها من هذا القبيل اجل من هنا تقوم الام باعداد مائدة الطعام ويتناول الابناء الطعام ويشربون الشاي اذا فكانوا يقضون الكثير من اوقات نهارهم بهذا المكان ولم يكن عليهم مراجعة المطبخ من اجل كل غاية بل كان المطبخ من اجل اعداد طعام الغذاء او العشاء من هنا من النافذة اجل خاصة في الشتاء معظم اوقاتهم يقضونها هنا لذا كان لابد من توفير منظر لهم يطلون عليه كي لا يعتريهم الملل ولا يصبح الفضاء مزعجا لهم اجل من نطاق رؤية بصرية من الداخل الى الخارج عبر هذه النوافذ اذا كانوا يرتبون الاغراض حول الغلطة ويبقى هذا الجدار خاليا لتوفير الرؤية البصرية المناسبة اجل لنرى الخارج ولا وجود لأي متكئ هنا كانت هناك بعض البطانيات والوسائد هذا ما عدا وسائل النوم ما يثير فضولي هو معرفة ما الذي يوجد في الخلف خاصة انه مظلم اجل انه مخزن المخزن الموجود في البيوت التقليدية ويعرف باسم بستو مخزن قريب وسهل الوصول وهو عبارة عن فضاء خدمي يتم الاحتفاظ فيه ببعض الحاجيات التي لا نريد لأحد ان يراها ولا حاجة لنا بها هنا المكان مظلم والضوء الوحيد المتاح يأتي من هذه النافذة فحس اجل صحيح مغزن بمتناول اليد نضع فيه الحاجيات التي لا نريدها لذا ربما لن تشاهدون بوضوح طبعا يجب ان تحتاد اعينكم على طبيعة هذا المكان فهو مظلم قليلا اجل اذا ما اراد الاب الاستراحة من صوت لاعب الاطفال فهذا المكان الامثل وهناك سبب لهذا الظلام اولا ان النوم هنا جيد جدا فهو فضاء هادئ ويناسب فردا واحدا اجل فهو في الداخل وقل ما يصل الصوت الى هنا والامر الثاني الذي اشرت له مسبقا هو ان هذا المكان عبارة عن مغزن لذا ترون وجود رفوف باحجام هذه مثلا اكثر عمقا اجل لوضع مختلف الاغراض التي لا ينبغي ان تتعرض لاشعة الشمس ونظرا لضرورة وجودها بمتناول اليد لا يتم حفظها في السرداب اكتشفت امرا الان في حديثك اعتقد اننا نجد صعوبة في العيش في بيت بمساحة 100 متر ونشعر انه لا يسعنا وصغير ونتصور ان جودة العيش تكمن في البيوت الكبيرة والواسعة لكن اعتقد ان هذا يعود لنمط العيش حيث ان المرء كان بامكانه العيش براحة هنا وتوفير كل ما يحتاجه في حين اننا لا نستطيع توفير كل ما نحتاجه للعيش براحة في بيت كبير بسبب الاختلاف ما بين حاجات البيت والاثاث اجل لقد اصبح التكلف والترف الذي نعتمده في حياتنا اكثر اليوم واحد اسباب ذلك هو الاثاث الان اذا ما وضعتم ثلاثة كراسي هنا سيمتلؤ المكان واليوم بيوتنا مليئة بانواع الاثاث وليست مليئة بالحياة هذه هي المشكلة ينبغي ان يكون الاثاث في خدمة الانسان في حين نرى ان سيدة المنزل تبذل وقتا كبيرا في تنظيفه للاستفادة منه عندما يأتي الضيوف ترى كم مرة نستقبل فيها الضيوف بالسنة في ظل نمط الحياة الراهن اما هنا فكان الاثاث في خدمة الانسان وكان يشغل الحد الادنى من المكان ويتسم بالحد الاقصى من المرونة ربما تتصورون ان الخريطة تقتصر على تصميم الفضاءات الداخلية فحس لكن الامر ليس كذلك لان حتى الفضاءات الخارجية تستلزم تصميم خرائط مناسبة ايضا هذا مدخل تم الاستفادة فيه من الاسطح الزجاجية وان رتابة التصميم جعلته غير متمايز بشكل مناسب عن باقي الاجزاء والآن لنفترض اننا نتطلع لتصميم خريطة افضل لمدخل مبنى اخر في هذه الصورة كيف يمكن لهذا المدخل ان يرشلنا بشكل صحيح ومناسب الى داخل المبنى غلبية المهندسين المعماريين يعتمدون مراعاة المعايير اللازمة الى جانب ابداع تصاميم فنية جيدة في عملية احداث المباني لكن الامر المهم في احداث المباني المتوسطة والقليلة التكلفة هو الاخذ بعين الاعتبار تلبية متطلبات صاحب العمل لان رأس المال قليل والبيع ضروري وهذا يتسبب برواج ضوق عامة الناس او الاشخاص الذين يفتقدون للمعرفة الكافية بمبادئ فن العمارة ووظائفه لكي ندرك جوانب هذه القضية يمكننا الذهاب لمشاهدة مبنى متوسط التكلفة والاطلاع على خريطته عن كثب كانت لدينا نظر خاصة فيما يتعلق بالتصميم تتمحور حول اعتماد مبدأ سلسلة المراتب مبدأ يتيح للشخص الذي يعتزم الدخول الى فضاء سكني فضاء آمن يبعث السكين في النفس هدفنا كان عدم الدخول الى هذا الفضاء بشكل مباشر بل عبر مراحل المرور عبر المراحل للوصول للداخل اجل يمر عبرها للوصول بدءا من ارضية رصيف الشارع ومن ثم جدار باحة المنزل والذي هو بمثابة حاجز وجزء من الواجهة وصولا الى الفضاء السكني في الواقع قبل الدخول الى اي فضاء ينبغي وجود فضاء يتقدمه ولا ينبغي الدخول بشكل مباشر الى الفضاء الرئيسي للمبنى بل يجب مراعة مبدأ سلسلة المراتب للوصول الى الفضاء الرئيسي ان الالتفافة التي صممناها في المدخل اسهمت في ايجاد مسافة اكبر ما بيننا وبين البواب الرئيسية للمبنى وهذا منحنا امكانية جيدة في التصميم المنشود للباحة وجميل واجاد مصالحة ما بين هالي طهران الذي يعيشون في اجواء مزدحمة تقل فيها المساحات الخضراء واجاد سلسلة مراتب ما بين الفضاء الخارجي وما بين الفضاء الداخلي الهادئ والامن كما ترون ان تغيير جهة المدخل اتاحت لنا ايجاد تقسيمات جديدة في هذه الفضاءات ومختلفة ومتنوحة بدلا من تصميم فضاء يتسم بالرتابة كما انه ذو ابعاد مختلفة وهو اشبه بردهة استقبال مكشوف لأهالي هذا المبنى نجد ان معظم المجمعات السكنية تفتقد باحاتها للتصميم الهندسي نجد فقط وجود منحدر يؤدي لموقف السيارات وممر يتجه بشكل مباشر للمدخل لكن هذا الماء والمساحات الخضراء ادت لإيجاد فضاء حيوي ولطيف لحياة آمنة احدى الافكار المطروحة حول الموضوع الذي اشرت اليه تتمثل في ايجاد تصميم يتألف من الواجهة كجدار والباحة بمثابة الحد الفاصل ما بين الواجهة وجدار الباحة وذلك بشكل حرف يو الانجليزية اي ان لا تكون الواجهة منفصلة عن الباحة بل الباحة غير منفصلة عن جدار المبنى وكذلك ارضية الرصيف الخارجية اجل وحتى الرصيف نرى في معظم المجمعات السكنية ان الجدار الخارجي لا يعتمد تصميما خاصا اما هنا فهذه العناصر بمثابة مجموعة متكاملة تتعامل مع بعضها البعض اي ان جدار الباحة هو جزء من الواجهة جزء منها ولكن على مسافة عنها وكأن الشخص الذي يدخل المبنى يدخله بدءا من جدار الباحة الذي هو جزء من الواجهة ويمر من خلال الواجهة الرئيسية من الامور المهمة في الهندسة المأمارية هي كيفية تنظيم الاداءات الوظيفية الداخلية للمبنى وتقسيم الفضاءات وتناسبها مع بعضها البعض فلنذهب الى الاعلى ونتعرف على هذا عن كثبه تم تصميم هذا المجمع السكني بناء على الذوق والاستطاعة المالية للطبقة المتوسطة في المجتمع لذا نرى أن جودة المواد الانشائية والتصميم تعتمد هذا الأساس لكن الشيء المهم لكل طبقة اجتماعية هي الخريطة الجيدة للبيت والتي تمثل لهم موجود فضاءات مفتوحة وإنارة مناسبة في كافة أقسام البيت وعدد كاف من الغرف والشرفات في أي مساحة من المساحات المتاحة وإن المهندسين المعماريين وأصحاب العمل يأخذون هذه المتطلبات بعين الاعتبار عادة لكن نظرا لأن مساحات الأراضي صغيرة لا نرى مكانا للممرات التي تفصل الفضاءات الخاصة عن العامة وعلى الرغم من ذلك إذا ما استطاع المهندس المعماري مراعاة المبادئ فبإمكانه حتى في هذه المساحة القليلة والظروف المتاحة تصميم خريطة أفضل حسنا الآن وما أن فتحت هذا الباب فإنما شاهدته نهاية المبنى إلى آخره أنا شخصيا لا أحبب هذا النمط بل أحبب وجود حد فاصل للخصوصية هل لديك حل لهذه المسألة؟ في الواقع عندما صممنا مدخل هذه الشقة كان يوجد هنا باب في هذا الاتجاه لكي نفصل المدخل عن باقي الفضاءات أي عند دخول الشخص إلى هنا يقوم بخلع حذائه وتعليق ملابسه ويواجه الباب هنا لكن احتياجات المشترين كانت مختلفة فبعضهم حبذ رؤية مساحة شقته بشكل أوسع ويجدون في هذا أمرا إيجابيا في حين يراه البعض الآخر أمرا سلبيا ويؤكدون على إغلاقه هنا لذا وبناءنا على طلب المشتري يمكننا إغلاق هذا المكان وفصله عن الفضاء الرئيسي أو فتحه ليكون ممتدا هل يمكن أن تحدثنا عن تقسيمات الفضاءات؟ في الحقيقة قمنا بتقسيمها إلى فضاءات خاصة وعامة أي عند الدخول إلى الشقة فإن الجهة اليمنى تضم الفضاءات الخاصة أي غرف النوم والمرافق الصحية كم غرفة نوم هنا؟ ثلاث غرف نوم ثلاثتها في ذلك الجانب أجل صحيح وهنا فضاءات الجلوس والاستقبال وتناول الطعام والمطبخ الواقع هنا؟ أجل إن تنظيم الفضاءات يعتمد الاستفادة من ضوء الجهة الجنوبية وهو الضوء الأفضل لإنارة فضاءات الاستقبال والطعام يمكننا اعتماد حلول عديدة لتنظيم هذه الفضاءات أي يمكننا جعل الغرفة في جهة الجنوب وفضاءات الجلوس والمطبخ في جهة الشمال طبعا جهة الشمال تضم منورا لتوفير الإنارة اللاسمة وتقع بجانب الجيران لكن الإنارة التي يتيحها لنا المنور غير مناسبة بشكل كاف لذا قمنا بتصميم فضاءات الجلوس والطعام أي الفضاءات الرئيسية هنا والأمر الآخر الذي علينا مراعاته هو أن المقررات تلزمنا بمراعات إنارة المطبخ بشكل مناسب وأن المنطقة يحتم علينا أيضا مراعات هذا الأمر قمت بمنحها ضوء الجنوب والإنارة الرئيسية واخراجه من الأجواء المغلقة والرتابة التي قد تهيمن عليه وجعله حيويا لذا هذا القانون جيد جدا وله دور مؤثر في جعل الفضاء مطلوبا ومناسبا من ناحية الإنارة خاصة بالنسبة لربة البيت عندما تكون منشغلة لوقت طويل في المطبخ لقد اعتمدت طراز المطبخ المفتوح هنا أو ما يعرف باسم أوبين وهذا النوع مناسب عندما يكون بجوار فضاء الجلوس الخاص بالعائلة لكنكم جعلتم إياه بجوار قسم الاستقبال لكنك لم تواجه قيودا في الاستفادة من الضوء اللازم والمتوفر هنا ترى ما سبب ذلك إن الموضوع الذي أشرت عليه حول تعاطي المطبخ مع فضاء المعيشة الخاص ومن ثم ارتباطه عبر سلسلة مراتب مع فضاء الاستقبال والضيوف وإيلاء الاهتمام للخصوصية هو كلام صحيح ومنشود وأنا أحبذ تحقيق هذه الغاية باحتبار مهندس معماري لكن هناك عدة نقاط دقيقة في تصميم الخريطة أولا في مكان ذو مساحة صغيرة يجعل كذلك تواجه صعوبة في الوصول إلى فضائين عبر المطبخ أولهما بصورة مفتوحة والآخر عبر حاجز أو نافذة إن هذا أمر بعيد المنال في المساحة الصغيرة لكن المساحة هنا مئة وثلاثين مترا وتسمح بإيجاد غرفة معيشة خاصة وغرفة استقبال عامة لما ليس لدينا ذلك الآن؟ لأن ذلك يرتبط بمجموعة عوامل في العمارة تسهم في تكوين الأثر المعماري الآن تبادرت إلى ذهني فكرة وهي أن هذه الشقة عرضها ثمانية أمتار والشقة المجاورة كذلك أيضا بذات الطول إذا ما كانت هاتين الشقتين على امتداد جهة واحدة وتستمدان الضوء من هذه الجهة فلكان بالإمكان الأخذ بكلامك أي كان بالإمكان تصميم المطبخ بصورة تسمح بتعاطيه مع غرفة المعيشة وغرفة الاستقبال لكن ونظرا لوجود الشقتين في هذا الاتجاه وضرورة وجودهما معا بناء على طلب صاحب العمل هذا طبعا بهذه المنطقة لأن باقي مناطق شمال طهران تتراوح المساحات ما بين مائتين وثلاثمائة وأكثر وتلك المساحات المعتمدة هناك أسرع بيعا لكن المناطق المتوسطة بالمدينة فهي تعتمد التصميم ذو الإنار المطلوبة خاصة للمطبخ الذي خصصنا له أربعة أمتار من عرض الواجهة وكان بالإمكان إيجاد حاجز ما بين المطبخ وفضاء الاستقبال عبر إحداث جدار من هذه الجهة لكن صاحب العمل حبذ فكرة المطبخ المفتوح بحيث عندما يراه المشتري يجذب اهتمامه أجل بالضبط يراه بشكل كامل ويكون فكرة عن أبعاده ومساحته هل يمكننا رؤية الأقسام الخاصة؟ أجل بالطبع من هنا ندخل إلى القسم الخاص وماذا لدينا هنا؟ إنها المرفق الصحي الخاص بالضيوف والذي صممناه بشكل مستتر بحيث لا مجال لرؤيته من داخل غرفة الاستقبال إذن لدينا هنا فضاءين للمرافق الصحية أجل هذا وذلك الحمام وماذا لدينا هنا؟ إنها غرفة الغسيل وقد صممنا هذا المكان لسبب مهم حيث حذفنا الشرفة من الواجهة خاصة في الجهة الشمالية شرفات الجهة الشمالية أجل فهذه الشرفات يجعلها أهالي المبنى بمثابة مغزن أو مكان لتعليق الملابس أجل صحيح أجل لاستخدامات عديدة ما يشوه منظر الواجهة أجل بالضبط وكأن كل قسم من المبنى يظهر بشكل مختلف وهذا نابع عن ثقافة السكن في الشقق وفي المدن لذا مع حذف الشرفات فإننا بحاجة لمكان بديل يؤدي وظيفتها أجل صحيح لقد صممنا قسم غسيل الملابس حيث تقع الغسالة هنا وهذا مكان تنشيف الملابس والذي يؤدي وظيفة الشرفة أود أن أعرف إن كان لدينا مجال رؤية مباشر من فضاء الاستقبال بهذا الاتجاه هل تسمح باختبار ذلك؟ حسنا من هنا لا نرى شيئا حقا إن الرؤية المباشرة لداخل تلك الفضاءات غير متاحة فلنذهب لنراها توجد هنا غرفتان وواحدة هناك أجل صحيحاتين الغرفتين تستمدان إنارتهما من المنور هذه هي الغرفة الرئيسية وفيها دورة مياه خاصة بها وهي مناسبة لسرير خاص لشخصين وطاولة صغيرة إنها غرفة الوالدين أجل هذا هو ضوء المنور أجل ونظرا لأننا في الطابق الأول فتوجد هنا باحة خاصة بهذه الشقة هذه هي غرفة النوم الثانية وهي خاصة بأحد الأطفال ومناسبة لسرير وطاولة مطالعة وخزانة ملابس والآن هناك بعض الأمور الملفتة التي يمكننا الإشارة إليها فيما يتعلق بتصميم المجمعات السكنية في خريطة كل منزل سكني ينبغي التفكير بثلاثة أقسام قسم الجلوس أو المعيشة وقسم المطبخ وتناول الطعام وقسم النوم والمرافق الصحية ينبغي فصل الفضاءات العامة عن الفضاءات الخاصة ومراءات خصوصية الفضاءات الخاصة قدر المستطع كما يجب إلاء الاهتمام بطرق استفادة مختلف فضاءات المبنى من الإنارة الطبيعية كما أن طرق الوصول والمسارات يجب أن تكون بشكل صحيح مثلا لا ينبغي المرور بالمطبخ من أجل دخول الحمام كما أن تموضع الفضاءات وأماكنها أمر مهم أيضا مثلا لا يصح تصميم المطبخ بجوار غرفة النوم لكي لا ينتقل الصوت إليها وهناك نقاط مهمة عديدة أخرى لكن ليس بالإمكان مراعاتها كلها في المساحات الصغيرة لكن إذا ما أردنا إلى الاهتمام بمبادئ التصميم المعماري فلا شك أننا سنراعي أمورا أكثر في تصميم خرائط أبنيتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر